في محاولة للاتعاد عد أعمال الإلكترونيات الاستهلاكية المتضررة جراء العقوبات الأمريكية على الشركة الصينية العملاقة شركة هواوي تكنولوجيا تخطط لتصنيع سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الخاصة وفقا لوكالة رويترز وقال ممثل عن الشركة أن هواوي ليست شركة مصنعة للسيارات إلا أنها تهدف إلى توفير مكونات للمصنعين في محاولة للخروج من أزمتها جراء العقوبات الأمريكية تحاول شركة هواوي الصينية والتي كانت أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم لفترة وجيزة تحاول مواصلة تنمية أعمالها في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية تقارير أعلامية كشفت عن خطط هواوي لتصنيع سيارات كهربائية من إنتاجها وإطلاق بعض الطرازات هذا العام في محاولة لدخول السوق العالمية بقوة جنبا إلى جنب مع شركات كبيرة مثل تيسلا وفولزفاجن وكالة رويترز أفدت بأن هواوي تجري مناقشات مع شركة بايك بلو بارك نيو انيرجي تكنولوجي التابعة لبايك جروب لتصنيع المركبات وقد طورت شركة هواوي سابقا تقنيات للمركبات الكهربائية بما في ذلك أنظمة البرامج داخل السيارة وأجهزة الاستشعار وأجهزة اتصالات الجيل الخامس ولديها شركات مع شركات صناعة السيارات مثل جنرال موتورز وسايك موتور كورب وقد طورت هواوي وبايك بالفعل نماذج بشكل مشترك حيث أطلقت العلامة التجارية أركفوكس EV التابعة لشركة بايك وسيارة أركفوكس HPT لأول مرة وهي مركبة مزودة بتقنية هواوي للسيارات الذكية ومن المتوقع تسليمها العام الحالي وفي حال إقرار خطط هواوي لتصنيع السيارات الكهربائية فإن ذلك يعد بتحول كبير محتمل في اتجاه خططها بعد عامين من العقوبات الأمريكية عليها للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب السيد علي برلاند الصحفي أن تخصص في تكنولوجيا وأمن المعلومات أهلا وسهلا بك سيد علي يعني بعد هذا الإعلان السؤال الذي يطرح نفسه هل هواوي جاهزة اليوم للمنافسة في عالم صناعة السيارات الكهربائية؟ شكرا جزيلا على استضافتي ويجب علينا أن ننتبه أن هواوي يمكنها أن تقوم بذلك هذا الصناع الجديد الذي يبنى على الاتصالات نعم هي ركزت على الأجهزة أجهزة الأهواتف ولكن الآن هي عملاق وهي ربما ستتماشى مع السوق ولكن من المثير للاهتمام أن نرى أن هواوي تود أن تنجح وهي نجحت في أهواتف الذكية ولكن هل ستنجح في هذه المركبات الكهربائية هذه الصناعة التي ستكون زاهرة في المستقبل نعم وربما هي ستنتقل إلى ذلك طيب سيد علي ما هي المجالات الأخرى التي يمكن لهواوي اليوم أن تستثمر فيها من أجل تخفيف وطأة الأسماء التي تمر بها؟ هناك مجالات أخرى مثل التكنولوجيات مثل تكنولوجيات أجهزة الكمبيوتر المحمول من المنتجات التي تضمن قسما قبيرا من السوق ولكن من الأسهل هناك نعم أبل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تبيع من خلال الآيفون ولكن من تكنولوجيات أخرى أيضا مثل الأجهزاء اللوحية التابلتس أو الحواسيب التي أطلقتها وطورتها وأبل الآن هي تركز على ما يمكن لبسه مثل السماعات الذكية وهناك منتجات أخرى أيضا تتجه نحو المركبات الكهربائية هواوي هي شركة تكنولوجية تود أن توسع نفوذها وتنتقي ما تريده نعم المركبات الكهربائية ولكن هناك منافسة شارسة نتوقعها وعلى السنوات المقبلة طبعا إن شركة هواوي تود أن تحصل على حصتها في هذه الصناعة أشكرك جزيلا شكرا سيد علي بلاند الصحفي المتخصص في التكنولوجيا وأمن المعلومات كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة